مرحبا يسعد اوقاتكم اليوم رح نعمل فلافل السورية نقعت الحمص قبل بيوم 500 جرام حبة كبيرة او صغيرة ما بيهم الموجود منيح ثاني يوم حطيت علي بصلي وسط وخمس سنان توم وبهارات معلقة كمور كبيرة ومعلقة كذبرة يابسة ومعلقة ملح ومنطحنهم بالماكينة الموجودة عنا وبس نخلص رح نحط الكربونة قبل عشر دقايق من القلي قبل ما بيسوى نحطها بس قبل عشر دقايق والا رح نبلش نحمي الزيت ونقلي ونحط القلب بالمي حط زبدية مي جانبنا والا منحط الارس الفلافل بالسمسم يكون نيل سمسم بدون تحميس وبعدين منحطه على الزيت فورا هاي الفلافل صارت جاهزة سمعوا شلون عم تقرش قرش صوتها وبنحط جنب الفلافل الخضرة اللي بدنا ياها خيار وبقدونس وبندورة ومخلال سماء فلافل حده طحينه يعني شو ما بدك فيك تحطي وليمون شرحات كمان طيب كتير معو وصحة وهنا بتمنى تجربوها تكتبو لنا بالتعليقات لا تنسوا تعملوا مشاركة ليصل لأكبر عدد وصحة وهنا اشتركوا في القناة